منذ بدء تفشي فيروس كورونا والمتحورات التي تنتج عن هذا الفيروس تتوالى اليوم العالم أمام معضلة من نوع جديد الذي بدأ يتفشى هذا الفيروس الذي بدأ يتفشى في دول العالم ولكن في الجانب المشرق من المسألة أن العلماء باتوا يعرفون كيفية التعاطي مع المتحورات بانتظار تبيان مدى فعالية اللقاح معها ما هي النسخ أو السلالات المتحورة من الفيروس التفاصيل مجددا معك كارولينا نحن الآن بصدد متحور جديد يبدو سريع الانتشار وما زالت المعلومات شحيحة إلى حد ما عنه حتى الآن صحيح مهند وهو أهم معلومة ننتظرها الآن وننتظر معرفتها في الأيام المقبلة مدى فعالية اللقاحات وأي لقاحات وكم جرعة تحمين من هذا المتحور الجديد سنستعرض كل متحورات كورونا الآن مهند لأنه تنتشر في أرجاء العالم الألاف من أنواع المتحورات والتحورات المختلفة لكوفيد لكن أخطرها وفق منظمة الصحة العالمية كانت سلالة دلتا وهي شديدة العدوى ظهرت للمرة الأولى في الهند العام الماضي تنتشر بسرعة كبيرة كما أنها قد تسبب حالات مرضية أشد وطأة من سابقاتها ننتقل إلى سلالة ألفا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا قبل أن تنتشر في دول أخرى وهي قادرة على تطوير تفارات جينية تغير جانبا من سلوك الفيروس كما أن لديها معدل عدوى أعلى بـ 50% مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا أما سلالة بيتا أيضا التي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا فتفشت في عشرات الدول بما في ذلك بريطانيا هناك سلالة غاما التي ظهرت في البرازيل في نوفمبر العام الماضي تفشت في عشرات الدول كذلك وتم اكتشاف سلالة لامبدا في بيرو وهي أول دولة يتم الإبلاغ فيها عن ظهور أول إصابة بهذه السلالة كانت في أغسطس الماضي هذه السلالة وصفها العلماء بأنها توليفة غير عادية من التفارات والتي قد تجعلها أكثر قابلية أيضا للانتقال المتحور أميكرو هو أحدث سلالة من الفيروس وهي أشد فتكا يبدو من سابقاتها وظهرت أول مرة في جنوب أفريقيا ووصلت الإصابات حتى الساعة إلى بلجيكا وإسرائيل وهولندا وبريطانيا وألمانيا وغيرها تتحور الفيروسات إذن باستمرار وتبدو معظم التحورات غير منطقية حتى أن بعضها يؤذي الفيروس نفسه بين أن تحورات أخرى تجعل المرض أشد عدوى وأشد تهديد يعني مهند لا يمكن أن ننظر فقط إلى الأمور السلبية وأن نخاف ونهلع عند ظهور أي متحور جديد نبقى الآن أقوى بسبب العلم وبسبب اللقاحات يعني حتى وأن عدنا ووجهنا طفرات جديدة ومتحورات جديدة نحن لا نبدأ من الصفر كما عند أول الفيروس وعندما ظهر في بدايته حتى وأننا نريد أسابيع لمفهم متحور جديد ولكن أصلا نبدأ من مكان أفضل بالتأكيد كارولينا ولا داعي للهلع بشكل كبير ولكن الاحتراز ضروري المشكلة هي أن هذه المسائل تنعكس بسرعة على الاقتصاد على الدورة الاقتصادية أسواق المال بالأمس انخفضت بشكل كبير يعني ما صدقنا ومسألة التعافي تبدأ الآن على ما يبدو سيكون هناك عرقلة إلى حد ما لهذه المسائل على ما أن تكون الأخيرة مهندة إن شاء الله شكرا جزيلا لك كارولينا شكرا مهند